صحوت الساعة خمسة اللي تولت بالضبط وانا اسمع اطلاق عيارات نارية وتفجيرات فقال لدرجة انا فكرت اني بحلم الحقيقة حتى اثبت لنفسي اني ما بحلم قعدت في الافراش فانا وصلت الكويت ساعة 12 من الليل واحد على اثنين يوم واحد على اثنين ووصلت الفندق تبعي بحدود ساعة واحد ونص بالليل صحوت الساعة خمسة اللي تولت بالضبط وانا اسمع اطلاق عيارات نارية وتفجيرات فقال لدرجة انا فكرت اني بحلم الحقيقة حتى اثبت لنفسي اني ما بحلم قعدت في الافراش ايه يا اخي فقمت انا الفندق كان زجاجه اسود انت من جوه بتشوف اللي بره اللي بره ما بشوف فقمت اتفرج واذا بره اثنين جنود لابسين كاكي وعلى بانطلونهم هنا حز اصفر فانا اتذكرت من زيارات جلالة الملكة اللي كنت ارافقوا فيها انه هدول تبعين الحز الاصفرهم حرس الامير ودخلوا في الشوبينج مول اللي امام الفندق شوية ما فيش دقائق ولا وراهم اثنين جنود لابسين بتل دريس ومعهم رشاشات ودخلوا وطلعوا مكتفينهم من وراه وحاطين الرشاشات ودورهم ساقوهم امامهم الى فندق الشيرتون اللي كان حواء يعني على بعد امتار من ذلك الفندق فانا بقول لنفسي ايه كنو في انقلاب في الكويت يعني ما خطر على بالي الغزوي اطلاقا بس يا اخي مين بالكويت دي انقلب على مين يعني الكويت شيء غير منقلاب فرضية بعيدة لا يمكن فرحت على الراديو باثر هذا وقال له وطلع وقل هنا الكويت اعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الكويتية ان القوات العراقية الغاشمة قد احتلت بعض المواقع الحدودية هو قال هيك طلعت على الراديو وقلت له احيي يوم تحت يعني انا ساعت ايدين ادركت انه العراقين دخلوا الكويت انا رسالتي او مهمتي كانت يفترض انت 12 ساعة يعني حتى انا عائلتي سبقوني الى لندن كنا راحين قضي اجازتنا في لندن وقلت لهم يا عمي اسبقوني انت 12 ساعة وبالحقهم انا فاخدتني 14 يوما حتى استطعت ان اخرج من الكويت ومشيا على الاقدام الى الاراق في الصحراء الى الاراق نعم بمرافقة رجل اعمال اردني الله يذكره بالخير اسمه غيث شريحة طبعا احنا يعني كيف بدأ اقولك يعني احنا انا ليش اخترت ان اذهب باتجاه العراق لانه انا لم اكن واثق انه لو ذهبت الى الحدود السعودية انه بسمحولي ادخل انا جاي من الكويت والقوات العراقية تحتل الكويت ومعيش فيزا اما بالعراق فكل جماعة يعني القيادة كلهم اصحابوا بعرفهم لانه كنا يعني زي ما انت حكيت قبل شوي انه كل اسبوع مرة ومرتين نزور العراق فبالتالي كلهم اصدخائي يعني ولذلك قررت ان اذهب باتجاه بغداد على اساس انه من هناك يعني يأمنوني اعود الى الاردن وهذا اللي حصل بس انت فقدت بالاردن فقدوك اعتبروك مفقود يا رجل ابني راح بلغ الصليب الاحمر انه ابوي مفقود في لندن طبعا لانه يعني قطعت الاتصالات الهاتفية وبعدين مش يوم ولا يومين يعني انت بتحكي عمالك على 14 يوم لا سمعوا مني ولا عارفين يتصلوا معي ولا انا عارف اتصل معهم وما فيش اي اخبار بالاردن اذا عدت الى الاردن عن طريق بغداد نعم خلينا وقفة ونتواصل مشاهدي الكرام وقفة ونتواصل مع ضيفنا الدكتور سمير مطاوع وزير الاعلام الاردن الاسم حياكم الله من جديد دكتور بعد دخول العراق الى الكويت انت وقيت بالعراق لكن عقد مؤتمر في القاهرة نعم وحضر جلالة الملك انت ما اتيحت لك الفرصة لا لكن اطلعت على الوثائق الاردنية طبعا ماذا جرى في هذا المؤتمر يسيد هو يعني الحقيقة انا لدي بعض المراحزات يعني كتبت هنا حتى خصوصا اروي لك ياها يعني لانه هذه اللي انا كتبتها على ضوء اطلاعي على الوثائق نعم وثائق الدواء الملكي الوثائق اللي يعني المسجلة فيها التفاصيل اه اولا يعني وصلت اول شي برقية برقية رئيس الوفد العراقي الى مؤتمر القمة طاه ياسين رمضان نعم الى الرئيس صدام حسين رد عليها انه طبعا صارت القوات الاجنبية دخلت في ذلك الوقت فرد عليها انه وجه نداء للامة العربية والاسلامية بالجهاد ضد القوات الامريكية التي تواجدت في الارض المقدسة فطبعا وطبعا ذكر يعني انه السبب في ذلك وذكرهم بالاسم يعني الملك فاهد والرئيس سيم بارك شايف انه هم اللي يعني والحقيقة يعني كان واضحا فيما بعد يعني من تسلسل الامور اللي انا تابعتها انه يعني الملك حسين مثله مثل الاخرين يعني من ضمنه من رئيس الجزائري الشادلي القليب الشادلي بن جديد يعني كانوا يريدوا ان يحل هذا الموضوع ضمن الاسر العربية لكن كان واضحا انه طبعا بالدعاء انه القوات هاي جاءت للدفاع عن السعودية ولكن العراق لم يكن في يعني في مخطط اي شيء له علاقة بالسعودية على كل الاحوال طبعا يعني في هذا طبعا تم تبادل اتهامات وتراشق كلامه الى اخره شايف كيف وانه يعني طاه ياسين رمضان قال انهم دخلوا الكويت لاستباق ان تقوم القوات العراقية بمهاجمة العراق يعني انه هو اتخذوا على سبيل الدفاع وليس على سبيل قوات الامريكية نعم وليس على سبيل الهجوم بس جلق حتى استعبى التعبير لانه يريد تأمين نفسه شايف طبعا طبعا رئيس الوفد الكويتي اللي هو الشيخ سعد سعد الرد طبعا انه يعني من يعني من صفات الاخوة انه يعني يستعملوا القوة العسكرية لاحتلال دولة اخرى وطبعا يعني ذكر او ذكر انه قبلغ عزة ابراهيم انه الكويت مستعدين محديونه بس شريطة ان لا يعلن عنها شايف هذا حكى بالمؤتمر اه وذكر عن قصة الزيارة اللي انت اشرت الها قبل القليل انه زيارة امير الكويت للعراق قبلها ببداقت اشهر وانه صدام انعم عليه باعلى وسام الى اخره شايف طبعا زي ما قلت لك انا يعني كان الاجتماع هذا او النوتس الملاحظات اللي انا اخدتها من المحضر انه الرئيس الشادلي القليبي اقترح بقيام وفد عربي شادلي الجديد لول القليبي سوري الشادلي بن جديد رئيس الجزائري اقترح انه يعني تقوم لجنة عربية من عدد من الزعماء بزيارة العراق لي يعني مناشدة صدام ان ينسح ينسح ابنالكو ورفض هذا المقترح وقال انه يعني انه بهذه العملية انه ضيعنا كفاح اجيال حاربت المستعمر الان يعني عدنا المستعمر استغل الفرصة كما تبدي الملاحظات الرئيس الاسد اللي قال انه ابحثوا عن السبب وليس النتيجة يقصد انه الاحتلال هو الذي يستجلب القوات الاجنبية وقال يعني اخرجوا يخرج العراق من الكويت انا كفيل اني انا اخلي الدول اللي جابت قواتها ان تنسح شايف بعدين الرئيس السوداني عمر البشير يعني حكى كلام كلام انه يعني لا يجوز استعمال القوة لحل الخلافات بين العرب وإلى آخره ودعا الى خروج شو اسمه القوات الاجنبية وان تحل محلها قوات عربية اذكرك انا انه سنة الواحد والستين لما عبدالكريم قاسم هدد بمهاجمة الكويت ان اردن ومصر ارسلوا قواتهم للدفاع عن الكويت في ذلك الوقت لذلك اقترح اقتراح شبيه بذلك الاقتراح انه تحل قوات عربية محل القوات الاجنبية في السعودية فطبعا الملك فهد يعني رفض شو رفض بغضب يعني وقال له انت مش عارف شو اللي بتحكيه بما معناه يعني شاير اه مسيرا لا يعرف ما يقول وانه في كلامه في خلط وانا ارفض شريعة الغاب يعني انه احتلال الكويت وشريعة الغاب وقد طلبنا من الدول الصديقة ان تدافع عنا يعني عن السوري نعم وليس ان تهاجم اي دولة عربية فهذا اللي وانا احتج على كلام الرئيس السوداني بمن طوى عليه من مس لكرامة المملكة هذا كلام المتلفين الملك حسين هنا يعني قال انه هنا انا اشرت قبل قليل الى موضوع المؤامرة قال هناك من يريد تحجيم العراق واضعافه والقضاء عليه وهو الذي قضى ثمانية اعوام يدافع عن النظام العربي في شرق العالم العربي وما كاد يخرج من المعركة حتى بدأت الاضواء تصلت عليه لتشويه صورته وبالتالي تعبئت انصار اسرائيل ضده شاية طبعا هو مش ذاكر انصار اسرائيل هذه مني انا ولكن هذا لا يعني بحال من الاحوال ان نقف مع احتلال اراضي الغير بالقوة هذا اللي انا كنت اقوله دائما للصحافة الاجنبية لما يعني كنت اسأل لانه انا كنت ناطق باسم الدول الملكي في ذلك الوقت وايضا في المحاضرة اللي انا قدمتها واللي حكيت فيها قصة ازمة الخليج في كتابي شو اسمه time to speak هذا الكتاب الانجليزي شايف وترجمت نسخة منه للعرب في كتابي اللي عنوانه اوراق سياسية من زمن التيه والنكسات بالتالي يعني المؤامرة على العراق كانت واضحة والقصد كان يعني يبحث عن حج ليورط العراق في شيء يعني كما تفعل اسرائيل دائما لكن جلالة الملك كان محمل برسالة من صدام حسين للمؤتمر اذا على المؤتمر لا يذين العراق بالزبط واحتقد الملك وصلها نعم نعم انه هو على استعداد لان ينسحب خلال ايام شرط ان لا تبدأ الادانات العربية تصدر ضد العراق في هذه الاثناء كانوا عقدوا مؤتمر لوزراء خارجية الدول الاسلامية فاصدروا بيان ادانوا في العراق وهذا اللي يعني خربط الامور شايف انا هاي الملاحظات اللي انا سجلتها يعني من المحضر الاجتماع على اساس انه هل تعتقد قرارات المؤتمر كانت يعني متخذة مسبقا او يراد لها ان تتخذ نعم نعم من من نعم من الرئيس مبارك والملك فهد لانه كانوا يريدوا ان يستقدموا القوات الاجنبية اللي هي القوات الامريكية وخصو